اليوم يحضر معنا عمجيد القوبنطيني مرحبا مجد أهلا بك إسلام مرحبا بالحضور وتحية للسيد المستمعين أيضا أحمد السهل حياة أهلا وسهلا أهلا وسهلا إسلام ويعطيك الصحة على الاستضافة شكرا لك أحمد أيضا سعيد جدا مستقبل الكوتش يا بليلي مرحبا كوتش مرحبا إسلام مرحبا الحضور الكرام سيد المستمعين والمشاهدين كنا نحكيه منك شوالد الدرس تقريب أنت معتعارفها لبلاسة وجيت عقبال الله سيتل أول حصة رياضية مباشرة مع رفيق بوشناخ كنت إتي موجود في فريق العداد أول مباشرة في التاسعة أول مباشرة في التاسعة وقت كانت على ذمة المعزب الغربية اللي هنواجه له التحية مرحبا ما أريد أن تقول تبارك الله عليه ديما إليغان قصة في البلاتوات والراديوات ولا في التيران ديما لبق لهم شو ما عليه شعر وشو ما عليه ماشاء الله عليك مرحبا عاشق مرحبا كان بش يكون معنا أيضا كما تعودت وضيف رابع اللي هو كاميل سنوسي رئيس السابق لمنعب التونسي كان أثار شوية جدل البارح في تدوينه على فيسبوك كنا اتفقنا البارح بش يكون بحثينا مش نحكي أكثر عن الموضوع حتى كلمنا قبل بساعة من الإميسيون كان كل شيء مريقل لكن قبل بنص ساعة تقريبا بعثت لي رسالة ما فهمتاش الحق يقول لي مش وقته معنا هل قبل بساعة من الإميسيون كان وقته طوى ولا مش وقته لذلك نقطة استفهم كبيرة بخصوص السيد كاميل سنوسي اللي يبدو أنه عنده نواية في الترشح لرئيسة الملعب التونسي لكن ما تمش قبول الفكرة يمكن صاروا برشة تهجم من جماهير الملعب التونسي خاصة نعفو نسكول كيفاش خرج من الفريق ونتفكو نسكول الجاس العامة اللي كانت تحت أضواء السيارات تتفكرها أم لا يا أحمد معنا تريقة خروج المتاعي تريقة خروج المتاعي أنه أحبان ملعب التونسي ما قبلوش البوليميك اللي أثارها وما هم مش قابلين فكرة تعودتوا لذا اتعرض الهرسل خلينا حسب مفهمنا هكما الأحبان خليتو يعضل على المجيء اليوم خلينا ناخد تعليق من عندك والله أنا في تقديري ردة الفاعل بتاع فئة كبيرة من جمهور الملعب التونسي على تدوين السيد كاميل السنوسي هو أنا نتصور السبب الأساسي فيه هو يقول لك علش يستنى مثلا في الدورة السيد محمد محجوب ما زال ما أعلنش نهايين على أنه مش بشي واصف الملعب التونسي وإلا مش مش ترشح علش هو ما جاش عاون علش هو ما وقفش مع رئيس النادي الحالي علش هو مثلا سي كاميل السنوسي ما فكرش في أنه يكون في قايمة واحدة مع السيد محمد محجوب لمصلحة وفائدة الملعب التونسي هذا ما يفيش اللي السيد كاميل السنوسي اخذها الملعب التونسي في فترة صعيبة وعطاه من ماله ومن جهده وكرس معناتها جزء كبير من وقته للملعب التونسي وهذا حاجة لازمنا نقولوها ولازمنا نثمنوها حاجة أخرى يا إسلام رأوا معشر الرياضيين معنا زوز الرياضيين من أعلى مستوات بركال عليهم رأوا لا صديقة لهم واختلا يبدأ يستحق حاجة بالإعلامي بيش يمر المساج ولا بيش يحذر ولا بيش يخدم روحوا يبدأ يتصل بك ويعمل كرسل مو وقتا يستحق رأوا هذا ينطبق على الملوي سبورتيف سواء في الرياضات الفردية في الهيكل الرياضية في الملاعبية في الليزان ترنور وها محبا يدي سبورتيف وقتا يستحقوه يجري وراتك هذا في معباد دخلين ملتزمين ويعطيهم ما قلناش إيجاب السيف ما تعطيش كلمة توسيش هيب مثلا قدش ما نقول يقول لي ملاجا مش معتها مش كون واضح من اللون معناها ما تعطي كلمة وقبل نص ساعة ما وش بايه مناح في شخص معناها كان رئيجا معاية كيمة ملعب التونس معاية كبيرة في تونس أنا فسرت لك وقلت لك الاسبورتيف رأهم يتجوا ويجريوا ويهارلوا نحو الإعلام وقتا يبدأ حاجتهم به رأوا لا صديق في الوسطة الرياضي بالنسبة له نحن أعلامينا تجربتي أنت وتجربتك أنت تثبت ذلك تقاك أنت حتى أنترنور وقال لجور تلنصيه وما تخلي ما تعمل معه وقتا يتصل حقه ولا ديريجون يبدأ مهز شارك التليفون وفي الأندي الكبرى وقتا يبدأ حاجته بك وقتا يبدأ حاجته بشي وصل المساج للجمهور متاعه يبدأ يلوجع لك وتحفى ساقيه بشي يتعدى معاك هذا ما يتبقش عليك سي شهاب الليلي بصراحة أنا خلقو الكلمة كما قالها الكابتن ماجيد توربيتو ولنهار الطاوس ولا تعالى على الإعلام وعلى الصحفيين رغم أن يدرب في أعرق فريق تونسي لهو النادي الإفريقي وحتى يبدأ خاسر يبدأ ديسبونيبل يعطي لديكلاراسيون يعطي لزان تيرفيو وديما ديسبونيبل وعمره ما هرب من الصحاف ومن الإعلام حاجة أخرى هو بصراحة مدرب مثال في الأناقة رأوا يا مدربين تواس سنشوفهم حتى ديزيترونجي يدربوا في فرق كبير في تونس خذوا الإكزامبر بتاع الأناقة رأوا أنت كتبدا أنيق في التهراء رأك تعطي وراء جمعيتك تعطي إيماج باية لجمعيتك شوفوا يتزون تقايم لبسين مراول وشميزيت متاع واحد يبيع في الرحبة مع كامل احتراميتي معنا لليبيع في الرحبة رأك تمثل جمعية كبيرة على الأقل أعطي الإكزامبر في الأناقة وفي الحقيقة منحبهمش الأمثلة متاع التشبيه بالمهن بالليم عشر مسمية وحتى مهنة منحبوش بالكل مفايلة فم مهن تحتاج إلى قدر معين من الأناقة فم مهن الرماء للنسان يلبس عادي ما يقلقش أنا رأوا مش نحقر منه من شأنهم ولا اللي يبيع ولا لا أما أنت كتبدا مدرب في جمعية فم الحد الأدنى من الأناقة حد الأدنى من المظهر خاصة لما تدرب تكون تدرب في جمعية كبيرة وهذا سي شيها بليني مش نشكر فيه ولا حاجة هذا رأي تقريبا أغلب الإعلاميين والجمهور رياضي فيه معنا هي رأي ثقافة أنا أنا موافق على يقوله كل هي ثقافة وعقلية ثقافة عقلية مسؤول وانت تحبت جمعية كبيرة للملعب التونسي وتعرف أي مقدم برنامج عنده وعنده بلندو تربايا متاعه وحاتت معناها كوندكتور ويعرف شكو مستاتر حتى السؤال يتم محضر فيها سفزتنا الإجابة مجدا مش وقته معنا قبل ساعة كان وقت وبعد ساعة ولا مش وقت هذا هو على الأقل من باب الاحترام للسلام يستلفون يعتذر لأسباب طارق جيت آخر وقت ما أنا ما نخليه شك ما انتها باش نقول ونتكلم وحنا نرمال المشكل بتاعنا في تونس نتكلم برشا على كل شيء إلا على الكورة ما عاش نحكيو على الكورة ديما نحكيو على الحاجات الجانبية والحاجات كما التصرف هذوم وغيرهم دهما كان نقول يا مسؤولين يا ملاعبية يا مدربين ديما احنا احنا اللي موجودين في تلاتون يجب نرفع المستوى ونحكيو نحكيو على الكورة وشنو تحليل الكورة أكثر من الحاجات كما هذوم أنا من الأسف كي سمعت نحترمو برشا سي كامل سنوسي وكما قال سيد أحمد خلاله وقته في الملعب التونسي وشدك رئيس اليوم أنت رئيس جمعية وتنوي بشتولي رئيس جمعية ما تجمش تعطي كلمة ومبعد طيح بايخبار يجينا عطاير خاناتيوه محمد الكوكي يمضي عقد بزوز مواسم مع فريق الطائي في في السعودية محطر روتور السورس بس محمد عمل خدمة كبيرة في الطائي قبل كان بدأ أشرف على التحذيرات في الطائي لكن وقته كان فهم قانون متاع الكاف برو ما سمحلوش بشي كامل في الطائي خرج الناس هذوم يمنوا بالكفاءة تعرف في الدور الممتاز الدور الدرجة الأولى معاشر عرب أو معاشر متوانس حتى الدرجة الأولى بالكاف برو بالبرو معا القسم ثاني حسب منطقة في طونس منذ السنة الماضية يكون عندك البرو محمد ديكو إلى الكاف برو عاية طول بس كأن بالنسبة لنا ستين ركونيس متاع المدرب التونسي المثال محمد الكوكي خاصة محمد خلى محمد خلى محمد أو دور الدرجة الأولى لذلك مبروك محمد إن شاء الله هذه فتح تخير لأنه نحب لنكره ثلاثة سنوات الماضية التي قبل معنا ته ته 3 كان دور الدرجة الأولى خاصة في ماذا كان يتصل مع محمد؟ ليس يتصل مع أنت هو أتمم الموزم متاعه مع النادي الرياضي سفير سيكون أحسن حالته وكان فهم حتى الفكرة للتجديد بعد وقع شواء كندوى غسبيكتيه نسكول ندوى غسبيكتيه لشواء فير الانطنور يتقيت رانجي على هذا كمحمد مكانش موجود في الدوري التونسي باي خلان نبدأوا المواضيع متاع الحسن تاعنا اليوم لنبدأوا الحديث البارح شوفنا بيان من التراجي الرياضي التونسي كان نجم نشوفوه حتى في اللايف ستريمينج الموجود على قناتنا في يوتيوب وإلا في الباج متاعنا في فيسبوك كان رد فيه على الحوار اللي عمره المستثمر الأمريكي في النادي الافريقي فرجي تشامبرز في موقع فوت فاندكات تشامبرز كان ولما حكى على كيف جاء لنادي الافريقي حكى انه قالوا له انه نادي لهذا قاوم الاستعمار في بداية وايضا في حين جبدت تراجي الرياضي التونسي بالاسم وقال عكس التراجي الرياضي التونسي اللي كان يخدم في سرية حاجة من نوع هذا تراجي كان البيرة حابت بيان أكد فيه كيب كالمانستادي هستوري قاومنا الاستعمار دافعنا لكم شوفنا بوليميك الزوز كيف اشتغلها انت يا احمد او بعض اخوة هاي مجدة زيدة من الزوز والله انا في تقديري ما كان على الترجي ان يجيوا ببين هذي حاجة ثاني حاجة ما دخل المستثمر فيها تدوينه هي كثم من بيان نحسوا نوع من الشعبوية ونوع من التقرب فيها معين من جمهور النادي الافريقي انا من المفروض العلاقة انت بي تدخل انا اترا جيه مستثمر جيه بيان Chu put my age بي ترجع شعب النادي الافريقي من المفروض ان تبتعد نوعا مع الأشياء الهمشية والأشياء اللي تسايع العلاقتك مع ذانا علاقة النادي الافريقي بالأندي يا معنات مختلف ال انا المثال في زوباية رباية معنات زوباية رباية تخلل بكل رقي وبكل تحضر وبكل احترافية معンook او حافظ علي علاقة الناجم السحر بالعكس تحس فمساعي Config count كان لاهما يحسن العلاقته بالجميع. عرفت مجانية هذي أشياء مجانية هو هو بشي نوصحه أكثر معناه يحكي على عباد اللي قابلهم بش خلاوه يجيون لند الفريقي قال هيدا شنو قلولي معناه مبون لما حاله مش هو مش موخ حتى كان قالوا لك أنت أمريكي من المفروض عندك نوع من التحذر عندك نوع من الرقي عندك نوع من السيفيزم مدد خلش في الأشياء ذيها اللي تعكر صفو العلاقات بين الأندية وتخلي حتى أنت معناه تتقلب عليك الرأي العام تقلب عليك فيئة كبيرة من الجمهور خليك أنت برقي أخدم برقي وأخدم معناه بكل احترافية وواصل في اللي تعمل فيه اللي يعمل فيه المستثفى الأمريكي في النادي الإفريقي شيء ممتاز جدا من المفروض الإنسان يبعد على الأشياء الهاميشية ذيها والأشياء التي لا تنفع بالعك ذر وتلوث وتسيء معناه الجو العام تعمت عن رياضة في تونس وتولي عركة وتولي جمهور وجمهور وبيانات وبيانات مذادة معناه نحن في غينان في هذه الظروف على مثل هذه الأشياء بصراحة من المفروض كان على المستثمر الأمريكي أنه يترفع عليه وما كان على الترجل هذه التونسي معناه أن يجيه بصراحة ببيان رسمي كل شيء الترجل نرمان هو أرقى وأسمى وتاريخه معروف وباش يجيه هو يذكر المستثمر الأمريكي بتاريخه ما نتصورها كانت زيدة نحن نضحك عليش نضحك عليش نضحك خاطر احنا وقت يجيه مستثمر في أي جمعية ما نقوله حاجة به عليش لأن المستثمر بش يفيد الجمعية وهو بنفس الشي بش ياخد الاسم وياخد الشهرة وهذا قاعد صار توفر بالنسبة المستثمرين الفراق الكل عنده مستثمرين الترجل عنده مستثمرين ما نسمعوش بيهم معناه مستثمرين من أعلى مستوى ما تسمعش بيهم عمرهم ما خرجوا وتكلموا وقالوا ولا وإعطاوا رايهم اللي توال عندها ساس ساس الجماعية الكل عندها مستثمرين اليوم ماذا يجيه ما نعيه اللي يعطي رايه وهذا مش رايه هو رايه ناس غلطته وتغلط فيه لأن الترجل اللي يعرفه التاريخ هو الفريق الوحيد اللي ملعبش فيه حتى لاعب أجنبي لا من اليهود ولا من أتليل عكس الفراخ رخي اللي توهو موجود فيها يرجع للتاريخ تو يشوف اللي ترجي حتى واحد لاعبي أجنبي ولا يهودي اللعب في الترجل منذ الاستقلال وترجي رئيس اللي يرحم الحبيب بورقيبة خرج من بيب سويقه معنى الترجي قاوم الاستعمار مش معناها كان موجودين فيه مستعمرين دونك وقت خلطوه وانتي في التاريخ جماعية عريقة كبيرة وتمس منها ايش تولي تولي اليوم ترجي من حقها بيش ترجعها بيان وانا وكنت اتوقع يكون بيان اكثر تدوينة اكثر من بيان تدوينة ونرمال ما تكون اكثر حدة واكثر شدة عليش خلت وقت انتي تمس من كين جماعية كبيرة وانتي مستثمر مليكي حتى كان جيت انتي تونسي ما انت ميخرش منك انتي واليوم شعملت حبت عم بوليميك والي موش هو نعرف هو هو نعرف عقلية وكي جاء عقلية من الضيفة لكن لما يندمج مع الناس اخرين تولي العقلية اخرى تتبدل وهذا جاي الليوم يعطي في راوفي جامعية تشرفوا وتعرفوا وتاريخها اكبر من تاريخه هو وشكونوا هو قدام التاريجي ولا الناس اللي قالوا له قول كلماذا دونك الليوم القول قاد يحلفوا بوليميك وزيد احنا حبينا ديما نصفيوا الجو وديما نحاولوا باش نحكيوا عالكورة الليوم تدخل الناس تدخل جدل كبير يقول لي مانا كلم ومانتا ممكن حتى يوصل اكثر من الشي ده انا اقول عيب عليه عيب عليه هو هو دجاء تخلل في الفين الدفريقي ولا ياخو في القرارات عليش ما قلوا هاش يهدوم هم ولا ياخو في القرارات هو شنو مال القرارات ايه يساعم في القرارات الديسيزون كل الكل اللي يتعاملوا يشاوروا فيها يشاوروا فيها موجود فش شفناش موجود مع مجلس ادارة ويعطي فراه وياخو في القرارات هل من يوكل اعنا اعنا متكلم ليش على هذين مش بناش اليوم يجيوا يقولوا له يعطيوه التاريخ غالط دونك الناس اللي يتدخل فيه وهو هو طح في البيت انت شنو دورك انت يجي باش 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 اتمول الجامعية ومن حقك وفرح ناك يجي ومع انت ناح النادي الفريقي ناح ارفع الانت دابات دونك من دورك انت زيد الساهم باش ترفع وتطور من الجامعية وانت نفسك في نفس شوي تاوي وانت اخو هذي كلا الشهرة وشكوين كان يعرفوا هو تعرف بالنادي الفريقي الناس اللي احكي عليه اخده هو بالنادي الفريقي توقف بالنادي الفريقي عرفته اليوم بتاعتي رايك في جمعية كبيرة ايبالي هو يبدو انه مولع شوية بالمواقع التواصل الاجتماعي حتى عاود بارتاجها البيانة والتدوينها بتاع ترجي و اهم مجافيه في التدوينها الاخيرة بتاعه وقال اعتبر صفحتها الرسمية شعرت بالحاجة لرد عليها بمثابة المجاملة بالنسبة ليه كاتب اللونجليب تبيعها قاعد نحاول انترجم استمتع بالتنافس الودي واتطلع بشدة لمقابلة الدريبي كرت قدم افضل منافسها افضل ومزيد من الفرحة في تونسكين واخوها 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 بمسحة كتنافس تدوين هكما تقولك ليه مباطع من تدوينة اخرى لان نمشي على كلمة اللولة اللي قالها اللي يباعد تدوينها مجاملة ما هي شي دا انتي 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 مستشهر شو بدخلك بالترجي ترجي وليت الحمد الحلوة الي حبي يتلنصة الي حبي يعرف اسم ويحكي علي ترجي خاني اخو لايك انتي سي شيف هناك مثل في قرقنا يقول تعرك الساري مع الأقلاج درك على الفلوك لا نحب أن نتخل في هذه البوليميكة تعرفوني أنا أنترنور بلس كو كرونيكور ولكن كل حد في قدره كل حد في هيبت كل حد في احترامه حاجة بارك هي فما ثقافة شامبراج أنت يقولك كما قال هو في الكنتينيتي قال المنافسة وتسخين الأجواء حتى نستنى المباراة ماذا بينا تجي الدربي في ساعة فما ثقافة في الأكسيدان موجودة يقول لك أجي فيتو شامبري ما أنت بيش نولعك بيش نعاشك بيش نقاها بالعرب مفيدة بيش نستفزك يبقى في الكادر سبورتي شوفوهم الكلاشة حتى في الجماعيات في العالم الكلاشة بعضهم ما أنت فهمتني ما أنت سي حسب تدوين تطو أو ثانية تقعد دونس الكادر لا تطو تاريخ الجمعية تاريخ الجمعية اسم الجمعية جمهور الجمعية هذا كله خاصة خاصة لما يكون من عند أوفيسيال ما أنت سي لا يكون من أموال تاريخ الجمعية ما هو إلا أحد الأموال ما هو أوفيسيال أموال يمكنك ما أنت سي ما هو أوفيسيال لا يمكن أن تكون أموال ما هو أوفيسيال ما قادشي تاريخ الجمعية تاريخ الجمعية تاريخ الجمعية جمهور الجمعية وعراق الجمعية مهما كان نسما رأى خطر كل حد عنده الكادر متاع وتاريخ الجمعية يقولك سمحني قالت كلمة قاد لما كانت تصيرا في أوروب لا تصيرا في أوروب ما يصيرا في أنها حالة الأمر كما يسمع بها يأخذوا كلمه ش inclusive موجود قدipes ويجب لي أنت ونتحدك وأي واحد يجيب لي واحد مستشهر وقال كلام في جماعية أخرى نحكي على الإيباج مع صفحة رسمية لا لا يتكلموا عن الإيباج وش من دورهم غاديك كان مستثمر يتكلم في جماعية أخرى يتعاقب يتعاقب قانوني يتعاقب فما غاديك فما دلواه وفما قاونين وفما واحد شمداخل النادي مش كلمة في جماعية هذا مش الأمر يتعلق كان بالمستشهر الأمريكي والمستثمر الأمريكي اللي يتعوا في النادي الأفريقي ينتبق على كل المسؤولين حتى مسؤولين في التارجي والنجم والنادي السفاقزي كما كان يحكي كوتش فما نوع من التحفيل هو يتسمى بين الجمعيات وفي إطار التنافس أما كي تدخل أنت في الهوية وتدخل في تاريخ الجمعية وتدخل في الكيان تولي معنا تولي نوع من إثارة الفتنة ودائما نقول له لهو مش كلامه يقول قاله ولي الكلام هذا اي هو هو دا كوردو أما هو كي يحكي معك ولي بس يش بيش يقول له مش يقول له الكلام هذا كلا حكي معك أشك هو تحسي كلام ديستيني الفئة من جمهور النادي اللي في القي حب نوع من المزاح وما يعرش العقلية متاعنا وما يعرش ثقافتنا أنا كتقول لك كيك حاجة تريد توثير الحساسيات متاع الجمعية الأخرى ولا الببليك متاع الجمعية الأخرى أنا معناتها ما نشكش في النواية متاعه وما نتصورش كان هو أمريكي واحد عدو نية سيئة مثلاً أنه يسيء إلى التارجي ريتوسي ولا التاريخ التارجي ولا العرق التارجي لكن الفنكة مالبلاسية حسيتاً لا نحسها مس أنت جرت حاجة أساسية هي تحسها مالبلاسية لا مالبلاسية حاجة أساسية مش مانتك تجد يجد تقالب عليك بعض تراجع ويقال بتفدليكة نقبلوها إما كيتمس تقول التارجي معناها مع الاستعمار رقمسيت كيان جمعية كبيرة ما قال سيم قال كان ينشط بموافقة الاستعمار أفريقي كانت تنشط حلسة حاجة موسى موسى ويقالوا لي لذلك أنا أقول عبالي أنا واحد من الناس شخصيين نعبالي برش بيه خلنا نبدأ ونحكي شوي على يوسف البلايلي بش يغيب بش يكون هو شقيق وغايبين اليوم على المقابلة متاع مستقبل اسليمين وتراجي ريتونس نحكيه أكثر فنياً على المقابلة ساعة بوليميك في الجزاء على يوسف البلايلي وشقيق والبارح كان فهم حفل زفاف صديق مقرب اليوسف البلايلي اللي هو مغني اللي كان تقريباً مشهور بالأغنية اللي يتغنى فيه على يوسف البلايلي وعملون حتى يوسف كان يغنى معاه في الأغنية متاعه وهو جليل باليرمو في الجزائر يقولوا انه يوسف ما عندوش حتى مشاكل فقط مشاه بش يحضر حفل الزفاف متاع هريس سيد جليل باليرمو في بعض الصفحات شفناها الجزائرية الحقيقة تصدنا بترجي واكدنا انه عندو شوية مشاكل في سرق الدار وإلا حاجة هكذا السبب اللي يمشي عليه واخذها ترخيص من المدرب ومن الإدارة متاعه متاعه للفريق أنا في تقديري إذا كان يوسف البلايلي اخذها اوتوريزاسيون وترخيص ترخيص من فريقه لا تنطلي هذه الحكاية لأي حد للجوء الملاعبي اخذها اذن من عن جامعيته يمشي وان يحب يمشي الشرسيشاء المالديف هو حر نعطيك معلومة اخرى زيد الحاسب مصادر من مستقبل سليمان يقول فارس اخوه عندو 4 على 5 يام قال لنا انه عندو انجاجمون في تزير في البارح ويحب يروح ذات رخيص كيف كيف بش يروح لكن تفاش وحتك يشافوا الاخبار متاع السرقة البارح ما كانش عندو معلم بيه اي 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 او اخبار السرقة ما بصراحة ما حاجة ما اخي السرقة متاع دار يمشي وزوز اخوات مش 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 ويعطيه شهادته مش 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 ويبحث يعني انا قلتك التسريع بيضا متاع حكاية السرقة كان على معلومة تراجل هذه توسيت وضيح المسلا ملاعبي يروح اخذها ترخيص ومشاه بش يحضر حفل زفاف وإلى حفل خيتان هو حر يمشي وان يحب هو انا اراه زادة بالنسبة ليوسف البلاي يوسف البلايلي هذا ملاعبي يا اخويا تانوت يو انا في تقتيري من افضل افضل لاعب في افريقيا هو يوسف البلايلي وراه النجوم افضل لاعب تقصد محلي في القارة افضل لاعب محلي في القارة الافريقية يوسف البلايلي اللاعب الوحيد اللي يقدر يكسبك ماتش قاعد يكسبك بطولة هذا يراه بقطع نظر على كل شيء على انتماء والترجل وإلى جامعية اخرى ملاعبي فلو يرسل رواه مدرب ينجم يحكم اكثر مني اراه يا اسلام في العالم كامل ثم طريقة تتعاطى معها مع النجوم هذه حقيقة النجوم في العالم كامل عنده معاملة خاصة ولا يخاني اخونا يسيش هيب المسألة هذه بالضبط تتفيه معانتها مش يقولوا المجموعة فوق النسل كل ما فما حتى ملاعبي اكبر من المجموعة والانذباط والديسبلين في قول نفس الوقت مقولوا فما دي جوار كادر في اللي كيب هكي ولا يقول المجموعة هكذا معناه يعمل اللي حب لا فماش يعمل اللي حب فما اخذوا عطاء بين المدرب يطرفاني بين الادارة مع اللاعب يخذوا ويعطيوه بنتب عظم فما ظرف طرق فما يكون نجم يكون ظرف طرق سلبي كما يجم يكون فرحة لهنا تحبوا لا تكروا فما الانترتيام بين كالكو جوار والادارة ومام اللي جوار كي اوز دماني الوطريزاسيان سيبا نمبر كالجوار تقال الاخر جوار ما هوش فريمان 100% تتولير لا يجرعش لا يجرعش بشيطلب واحدة نحن ما تشوف يصير بشي يمشي العرس على الور نحبه انه اكسي باقتو دون المونت كان قبل نايمارة في باريز ولا في بارشلونة يمشي البرازيل بشي يحضر ايض الامرات ودي ما يعملها وين يوصل في موعد معين تعيد ميلاد اخته يعطيوه هكالرخصة هلاذاك نقول لكم امرأة كلمة الجروب ما يسير توسير البلان تكنيك كي تقولي سير البلان تكنيك سير البلان ما يقولش ديسيبلين ما يروخص ظروف معينة راو فما معانتها دي دي جري هذا يتعمل كذا هذا ما اقول به في العالم كامل حاجة اخرى اللي هي ما اقول به هذا في العالم هو اللاعب لما يكون نجم في العقود حتى في مباراة يتودية اللي هي تقامت بنيتها شركات كبار وكل عندهم تورنيوه في جابان في التورنيوه في جابان يقولك انا راو يزميكون مثلا مع البرزيلي يزميكون نايمار مع الارجنتين يزميكون ميسي اللي يمس مش ندخل طوى في البلالي ولا الترخيص اللي صارو في الاسبرانس هذي انا شأن داخلي انا معانت مم ايدوا لانه موجود تباقى اللي يمس هو جمهور قربة يمكن ان هو بش يتنقل بش يتورج في البلالي البلالي سي كونشتي عملت مع جوالة معاملة خاصة تخلي مثلا يخرج في الستاج تخليه ممتاز السؤال يخرج في الستاج لي خاطر لي هناك يخرج في الستاج وقتا انا يجيني الاخر يقولي يحب نخرج وما يخرج مشكلة الاستاج بش تخرج في الستاج انا ما عملتهش قبل مدرب يخشى النجم يبدأ هكا النجم فوق الجميع يخشى المدرب لكن المدرب من الأول كيف يطبق على النجم روى ملك الجروب كل ممكن تخسروا عاد فما مدربين تنحاوا في جورة معاملة خاصة ما كانتش به للنجم الفريق موجود هذكا لكن انتي الملاعبة ما تساعدش معاه شو ما تساعدش معاه تعرف اللي انتي في الظرف هذكا قل له ليه وتشو متفسر له ليه لكن لكن غدوة في الانترانمون اه تداويها بحاجة اخرى فهمت هكا تجنقل لكن فهمت الحاجة مهمة جدا رد بالك تخرج منها هي القانون المجموعة اذا انت احترمت قانون المجموعة يمشي على احمد وعلى مجيد وعلى اسلام وعلى شهير راهو ميدغشش منها اي مهما يكون شأنوا اللعب غير هذا فهمت بعض الاحيان تصرفات خاصة اوكي لكن قانون المجموعة مثلا اوه اوه ماهو ساعة ونص ماهو ساعة واربع ساعة اذا كتابقوا تربح المجموعة مهم جدا مجدا مهمة اليوم نترجي في قربة مجدا 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 وعلاقته مع رئيس النادي علاقة تتعدى اكثر من علاقة رئيس مع ملاعبي علاقة فيها بورسة صحبة وموادة وكل شيء انا راني نقول لك النجوم بتجمي تناحي المداربين موجودة في العالم مجمع وفي تونس ويجب عليك يقول لك ان انتنير فما اهو ولا زوز هكا دي جوار النجوم وكادر وكل شيء ما يجي ضدهم مستحيل. هم هذي موجودة هذي. رونالدو ناحا وانتونيرو متاع بورتريغان. ناحا. هذي موجودة. النجم هو الملاعبي اللي يجيب الماتشويت واللي المسؤولين يعرفوه اللي هو حاسم. وعنده قاعدة جمالية كبيرة. نحيت مدربين. نحيت مدربين. أنا بكل أمان. علاقتي مع المدربين. أنا لعب ديما تيتولير حق. في كاريالي كاملة. وديما كانت علاقتي علاقتي احترامه. وما انت هبوا ما يحبوني. ما ما تخلش في الماتحة هذوما. اما اني غنعود لك في تونس خاصة. يقلب عليك. اي مدرب. واختيفة ما عنده نجم يبدأ هكي باش بشبيه. ومش يمشي يعمل السياسة اللي يعمل على الاخرين مع هذيك. خاطر يعرف اللي هذيك. راهو كلمته كبيرة. ما يفلتش منك الجروب هكي. لا ما يفلتش من الجروب. عليش. خاطر. تو تقولوا بلايلي انتي. بلايلي كنشوف هو ستار. لكن كنشوف قديش علاقتي بايا مع الملعبية. وقدش ايش يحبوه. شي ما اقول. فقط ايكزامبل. غضوة مثلا ينساس طلب نفس الرخصة. مش بيب حليته مثلا. لا لا. ايجي اقول لك شوف شوف شوف. شوف اليوم. جيت حالة معانتها انسانية. كرئيس ندي انا. منشي مش نرفض. نرفض. ايسي دير فرصة وخليه. وقلت. ممكن الملعبية هذيك يشوفها اللي عاكستو. لا ترون مو يتيح رو. شوف فوقت انتيجون راو جيستوم تعال ملعبية. هذومة الكبار ده سامي. اذا ما تكونش انت تكي وتاكي بيش تعمى. ناكد لك ان غضوة الساس. يا اخو رخصة بشي. ودير ودير. الساس التارج دي ما سيبتش رودريجيز وساس خبال. خبال الشامبيناه ومشي والبرزيل. ما عطيتهمش ترخيص سابق. عليش? خاطر. خاطر شافت من الانس بيش يكونوا يمشيوا. راو ونقولها معاملين التارج تختلف مع نبي عليه. حتى. بجيد. حتى اللي جوانت بتاع.. باقية المجموع. وقت اللي اصيرها الفاور اللي سار بالبليلي. الناص بابش جي غو. وني بزمو. صحي. يعني بجي. راو. سكي. برشة. فنش . يقول علي جيب لي في اللاتراح. صحي. يعني. ربحني في البريمات. أهو اكتظر. سي晦ر. في البريمات. سيب. أصلي. سيب. سيب. أكتظر. ي mise اكتظر. لدي. يرجوار. يمكن أن يخبّيها الغدوة لا تعرفش نهارة اللي والي هو زاد في مستوى عالي تقريباً نفس المستوى والبنالي ولي يطلب لكن طيب كل هذا يطفي الضوء واحدة اثنين صارت حاثة أنت قلت يمكن أن أثر على وإلا المدرب يخوي يمكن أن يتنحل ونترف النجم صارت في برشلونا وميسي من الخطوط العريضة اللي بنها باباً غورديولا في الفيسطيخ مغير مشروبات غازية في الفيسطيخ بردانس بردانس ميسي يشرف المشروبات الغازية يدور وجهو خرج باباً غورديولا خرج من غرفة الملابس وقته أحد قانون مفامش مشروبات غازية في الفيسطيخ الإنتيجناء خطيك بجوتخل نحن نتعلم مع ميسي نحن نتعلم مع الموسيقى نحن نتعلم مع الموسيقى ونحكي أكثر كوراً عن المقابلات المتالي